صرنا في زمن إذا ذكر الإنسان آل بيت رسول الله يقال عنه إما شيع أو صوفي وهذا جهل جهل يجب على الأمة أن تستفيق منه لأن محبة آل بيت رسول الله واجب على كل إنسان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا محبة آل البيت ليست تفضلا وليست تمننا وليست تعطفا بل محبة آل البيت جزء من الإيمان جزء من إيمانك ومحبتك الصادقة لسيدنا رسول الله الذي علق ذلك على محبته هو قال وأحب أهل بيتي لحبي حب آل البيت ليس نافلة بل جزء من الإيمان حتى روى الإمام الحاكم في مستدركه على شرط الإمام مسلم صحيح على شرط مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كان من أهل النار وباشرة لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كان من أهل النار وروا الإمام المقدسي في المختارة بسند حسن أمسك النبي بيد الحسن وبيد الحسين وأدخلهما إلى بيته وقال من أحبني وأحب هذيني وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي في الجنة أي فضل بعد هذا أي عطاء في صدق المحبة مع رسول الله وآل بيته بعد هذا الإمام البخاري في صحيحه أحبني أحبني أحبن أحبني شكرا